بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان احنا في حلقات الجليس بنحاول بقدر امكان يكون حلقات الجليس هو فعلا الجليس اللي بيجالسنا الجليس اللي بيفضل معانا وقت طويل وجليس النهاردة لما نبدأ به عبادتنا بنحس كأنه بيوجه قلوبنا للقبلة جليس لطيف قوي قوي لما احنا بنعيش معاه بنحس انه هو بيفرشلنا المصلية في اتجاه القبلة بشكل صحيح كأنه بيوجه قلوبنا للقبلة من اقرب طريق ولما بنبدأ بيومنا بنحس ان اليوم مليان بركة مليان مليون كده صابح وبنستشعر كأننا بنتهيأ للدخول في صاحة لطف الله وكرمه ونعيمه وصاله سبحانه وتعالى وبيخلينا نبتدي عمالنا ونحس ان هي مغموسة في كريم نظر الله وفضلي فانا استبشر ايه الجليس الحلو ده الجليس النهاردة كأنه بيجعل لنا عينين بتشوف بجمال الله سبحانه وتعالى فانشوف جمال نعمة ربنا وفي بداية كل عام وبداية كل عمل وبداية كل يوم الجليس ده لازم يكون معانا الجليس ده اسمه ايه؟ عبادة بناخفل عنها لكنها عبادة عبادة لابد ان احنا نعيشها دايما في حياتنا وما نتركهاش وما نسبهاش ايه العبادة دي؟ العبادة دي عبادة الاستفتاح اول ما بنسمع اول ما بنسمع الاستفتاح ناس كتيرة بتقول اول ما ييجي الاستفتاح ده بييجي على بلها دواء الاستفتاح في الصلاة اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما تنق السوب الأبيض من الدنس اللهم اخسر خطاياي بالماء والسلق والبرد او دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول من المسلمين اه ده جزء من فلسفة الاستفتاح بل ده اللي احنا اخدنا منه عبادة الاستفتاح بس الاستفتاح عندنا مش مقتصر على دعاء الاستفتاح في الصلاة الاستفتاح ده وتقيمة الاستفتاح ده معنى واسع قيمة كبرى في حياتنا ولذلك اكتر ناس هتشوفهم عاشوا فاكترة الاستفتاح احنا جبنا من ان الاستفتاح ده ينفع ناخده للحياة من قول تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فشوفنا المصريين مثلا خدوا الاستفتاح ده وابتدوا يعيشوا به ويستفتحوا يومهم بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولك لما يجي بياع لما يجي اي حد يستفتح الحاجة بتاعته ويقولك نستفتح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او يستفتحوا بسماعة القرآن الكريم فتلقى الشارع الصبح كده طيبة منفوحة بأصوات القراء العظام زي الشيخ محمد رفعت والشيخ منشاوي وكل قرأ من القراء الكبار العمالقة الأجلاء تلاقي المصريين بدأوا اليوم بده فبدأوا اليوم بهدوء وبدأوا اليوم بحاجة جديدة مهمة وهم كمان لما يجوا يبتدوا شغلانة جديدة كمان ولا يبتدوا مشروع جديد ولا جوازة يستفتحوها برضو بالقراءة الفاتح اللي هي أم الكتاب فالاستفتاح بقى قيمة وبقى حياة الاستفتاح يا سادة لأنه قيمة تعالوا نشوف القيمة دي تعمل في حياتنا إيه الاستفتاح مفتاح بيفكرنا دايما إن حياتنا كلها لمولانا فما نعملش إيه فما نحسش إن حياتنا تقيل علينا فما نهملش وإن عندنا الاستفتاح ده يفتح لنا باب اليقين بكرم الله سبحانه وتعالى وكمان يحرك النوايا ويخلي نوايانا متصلة بكرم ربنا فيخلينا نعيش في الحياة ونسعى للعيش بالعطية وبالنعمة فالاستفتاح ده بيخلي القلب متوجه لمولاه ويمتيقن من نظر مولاه سبحانه وتعالى له ومتيقن من معاملة ربنا سبحانه وتعالى ليه ويبقى فيه يقين بوسع كرم الله سبحانه وتعالى وإن فيه مدد وعاون على العيش بمراد الله كل ده يعملوا الاستفتاح وأكتر بالعكس بنحس كتير بالفرق لما نبدأ سنة جديدة أو مشروع جديد أو يوم جديد بالاستفتاح كأن ربنا خلى الاستفتاح ده مش كلمات بنقولها خلى الاستفتاح ده باب ندخل بيه على كرم الله سبحانه وتعالى وعشان كده لما نبدأ أعملنا بالاستفتاح بنحس بمعنى تاني جدا جدا كأننا بنتزود كأننا يومنا بيزيد بركة مشروعنا بيزيد بركة وقلوبنا تفضل متعلقة بمولانا سبحانه وتعالى ومش بس كده نحس كمان إن أدامنا رسخة حسين باليقين من مدد الله وبيخلينا الاستفتاح نحب الإحسان في العمل لأن احنا بالاستفتاح ده بنستحضر إن ربنا نظر إلينا وإن ربنا معانا الاستفتاح ده من أكتر الحاجات المسؤولة على إن الإنسان يحس بحلاوة حلاوة إيه؟ وهو معكم أينما كنتم وعشان كده بنحس إن كل يوم لما نعمل فيه أصبحنا وأصبح الملك أو ده شكل من الأشكال الاستفتاح أصبحنا وأصبح الملك لله نحس إن كل يوم هو نعمة جديدة مش إن اليوم الجديد عب ولا إن اليوم زي كل يوم لا ده يوم لسه حديث عهد بربي والسنة مش زي كل سنة الاستفتاح عارفين بيعمل إيه؟ كأنه بيغسل عشان كده في الدعاء ارتبط دعاء اللي استفتاح بالغسل الاستفتاح بيعمل في حياتنا كده أي حاجة تستفتح فيها بذكر الله وتطلب إن هي تكون واسعة بنظر الله كأنك كأن الاستفتاح ده بيغسلك بيغسل قلوبنا وبيخلينا نشوف النعمة وهي وكأنها تنزل من السماء وهي حديثة عهد بربها طب إزاي بقى نستفتح السنة جديدة إزاي بقى نطبق عبادة الاستفتاح آه أنا بحب إن أنا أسمي الاستفتاح عبادة وقيمة في فن جميل اسمه فن الابتداء أنا بحب أعلم الناس فن الابتداء لأن الناس متعودة دايماً إن إزاي يختموا الكلام لكن كمان لازم نعلم الناس إزاي يبتدوا الأشياء ففن الابتداء دا ما بننتقنه بيساعدنا في السير إلى الله وبيساعدنا إن حياتنا تبقى ميسرة وفن الابتداء دا ممكن أقول لكم شوية مهارات من مهارات الابتداء أنا عندي خمس مهارات وهي مهارات قلبية على مهارات حياتية إحنا محتاجين نعملهم عشان نستفتح السنة الجديدة أول مهارة وأول خطوة نعملها عشان نعيش عبادة الاستفتاح وكمان نعيش وإحنا بنطبق قيمة الاستفتاح أول حاجة الانتهاء أنا عندي خمسة بسرعة ونرجع نفصل فيها يبقى أول حاجة الانتهاء تاني حاجة عشان نبقى ماشيين مع بعض بعد الانتهاء كمان الابتغاء تالت حاجة الاكتفاء رابع حاجة بعد الاكتفاء الاقتداء خامس حاجة وآخر حاجة لابد إن احنا نعملها لابد إن احنا يكون عندنا ارتواء نرجع بقى نفصل لوحدة وحدة وحدة انتهاء يبقى أول حاجة لابد إن احنا ننتهي ننتهي من إيه احنا قلنا أول حاجة في الخمس مهارات مهارة الانتهاء لازم في أو فن البداية إن احنا نبطل أو نترك أي بداية فيها ترك يعني إيه إنك تترك الزنوب اللي بتعوقك في السير إلى الله إن انت تترك مش لازم الزنوب يعني إن تكون الزنوب يا سيدي معصية انت بتعملها بإن انت بتطلق النظر أو بس لا ممكن تكون معصية كمان مش بس إن انت تترك الكذب لكن ممكن في معصية تانية إن انت تترك إن انت تترك الإيمان بالأوجاع وتقدسها تترك الإدمانات زي إدمان المظلومية وإدمان سوق الظن بالله وإدمان الغدر تترك إن انت تشوف إن ليك حق على الناس وما تشوفش للناس حق عليك وإنت بتستفتح السنة الجديدة لازم تقرر إن اللي إنت هتتركه وهتنتهي منه يكون دلوقتي وجب وقته دلوقتي فالزاك ده فن إن انت تقول أنا هبطل مظلومية أنا هبطل إحساس بدي الدنيا تبطل يبقى أول حاجة الانتهاء تاني حاجة الابتغاء والابتغاء معناه إنك تجعل بصلتك إلى الله يعني تجعل بصلتك إن أنت زاهب إلى الله فمن كانت إجراته إلى الله ورسولي فإجراته إلى الله ورسولي يبقى أنت عايش في السنة دي رحلة رحلة فيها إيه ولله المشرق والمغرب فإنما توله فثم وجه الله إن الله واسع عليم يعني الله يتوجه هيجد وسع لله يعني الذي يتوجه ويقصد وجه الله إيه اللي يحصل يجد السعة يعني أنت لازم تقصد وجه مولاك في كل شيء وتفر إليه ففروا إلى الله فالفرارة هنا المقصود بيه الهروب تهرب منك إلى الله ولكن وإنت مش بتهرب عشان أنت خايف من الضياع ولكن لأن أنت عارف طريق النجاة أنك تبتغي وجه مولاك وأنك تقصد الله سبحانه وتعالى في كل شيء وأنك تريد وجه مولاك سبحانه وتعالى في طعامك وفي شرابك وفي حياتك وفي كلامك وفي سكوتك كل ده هو ده معناه اللي ابتغاء إيه بأن انتهاء من الزنوب ما فيها زنوب الزنوب الحياة أنا ما سميه الزنوب الحياتية زي الكآبة والألأ والوجع وسوء الزن في التعب كل ده لبدال انتهاء تاني حاجة الابتغاء تبتغي وجه الله تالت حاجة الاكتفاء يعني إيه إن أنت تتعود وإنت بتسير إلى الله وبتمشي في الحياة إنك تكتفي بالله سبحانه وتعالى ما تبقاش مستني حد ليه طيب ولا حياتك وقفة على حد ولا إن حياتك لو في فلان انت عشت ما فيش فلان حياتك انتهت لا 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 لازم تكتفي بالله يعني إيه يعني الله هو أصل حياتك لا سواء أليس الله بكاف عبده يبقى تكتفي بالله وما تنتظرش بوسي سيدي ما تنتظرش علو علو الهمة ولا إن انت يبقى لك همة لا اكتفي بالله في العمل وما اتطورش على تحالفات في العلاقات بينك وبين الناس ولو ما لقيتش انت تحس ان انت بش تنجح لا اكتفي بالله اكتفي بالله كمان ويعيش ويعيش مع أهلك مع أهل بيتك اكتفي بالله وادخل بالسعادة وادخل بالكلام الحسن على كل من حولك فجأة هتلاقي الناس كلهم بينجزب وقليك وبيقولك ده انت بقيت طيب قوي فإيه اللي حصل فربنا سبحانه وتعالى لما تكتفي بيه يطيب لك القلوب فتقبل ويقبل الناس عليك اكتفي بالله بيتك وما تحولش الأخلاق إلى بيزنس أو مكنة تدر عليك الربح تبقى بتعمل الأخلاق مع أولادك عشان ايه؟ عشان تربح كلمتين ان انت زوج كويس او تعملي كده مع أولادك عشان يقولولك ان انت نجحت في تربيته لا 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 خالص انت مكتفية بالله هتعملي كده سواء قالوا او ما قالوش هتعمل كده سواء سمعوك الكلمتين او ما سمعوكش لان انت مكتفي بالله انا ما اكلمش على برر والقالدين ولا عقوق لا 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 انا ما كان بالوقت علينا احنا رابع حاجة الاقتداء اللي بيخلي الناس توقف اللي ما عندهمش حد بيدلهم على الطريق ليه بقى؟ لان الاقتداء لو مش موجود انت مش هتقدر تمشي وحدك امتى اخر مرة سألت نفسك السؤال ده لو كنت مع رسول الله صلى الله صلى الله مثلا وحد مثلا غدر بيك انت ليه بتوجعنا كده شمعنا يعني الغدر يعني عشان الناس بتقول الغدر كتر حضرة النبي لو قالك انت مع حضرة النبي وحد غدر بيك حضرة النبي كان يقولك ايه ايه اللي كان هتشوفه في وجه حضرته صلى الله عليه وسلم لو كان معاك هو كان هيقولك ايه هيقولك ان الوقت ده هو وقت ظهور مكالم الاخلاق وده امر مهم ان تكون عندك من يساعدك على مكالم الاخلاق ولزاك رسول الله هو قدوتنا في الطريق في العيش بالمحبة قلوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله ولو ما عملتش ده على اقل خمس مرات ان انت تستحضر ان انت تكون مع رسول الله فانت فقدت بصلة الاقتداء ومن تمام الاقتداء انك تبحث عن مرشد ودليل فيأخذ بيدك الى رسول الله حد يعرفك ازاي تعيش مع رسول الله رقم خمسة واخر حاجة الارتواء عشان ترتوي عليك ان انت تبحث عن مورد ترتوي منه فيحصل لك دا يمومة الوصال مع الله سبحانه تعالى عارفين ايه سبب ارتكابنا للزنوب والمعاصي هو فقدنا للارتواء لما بنفقد المشرب اللي بنحصل منه السعادة في حياتنا نروح ندور على المعاصية عشان نستبدل السعادة بالنشوة واللزة فنحس بالخواء اتعود انك تبحث عن مصدر ترتوي منه ترتوي منه محبة الله وترتوي منه معرفة بالله وترتوي منه الإقبال الصلاة على الله ومحبة الله ومحبة الله وترتوي منه ترتوي منه في الكون في ناس بترتوي بقراءة القرآن والمناجاء والدعاء وفي ناس كمان بترتوي بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى ايه الاجراءات اللي ممكن نستفتح بيها السنة الجديدة او الاجراء فكر في ثلاث اشياء بتعوقك عن السير الى الله وقرر انت تنتهي عنها الان الان انتهي عنها الان ولذلك الله سبحانه وتعالى اخبر الناس واخبر قوما كانوا لا يفهمون مراد الله واخبرهم انهم ان تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف ايه ده يعني الانتهاء يبيض الصحاء فانتهوا اختار تلت حاجات خلاص تاني اجراء اختار تلت مجالات تبتغي فيها وجه الله مثلا تبتغي وجه الله في بيتك بانك تعيش في بيتك مصدر من مصادر الموادة والرحمة وجعل بينكم موادة ورحمة تبتغي وجه الله وانت بتنفق على اولادك وتقصد ان انت ترد المال للرضى سيدك لان سيدك بيحب ان تنفق على اهل بيتك فانت بتنفق المال بتنفق المال لمحبة ومرضات الله سبحانه تعالى انو انك ترد حاجة بقى خلق ان انت المسامحة وايه اللي حاصل وما تطلبش مقابل من الناس يعني لو احسنت الى الناس ما تبطلش وما تطلبش ان هما كمان ما تبطلش الاحسان اليهم وما تبطلش الاحسان اليهم لو ما احسنوش اليك وما تطلبش ان هما لازم يحسنوا اليك بالطريقة اللي انت عوزها دايما خليك ماشي في الأخلاق زي ما رسول الله قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله وإذا كيف يفعل الأخلاق مكتفيا بالله فهتلاقي الناس بتحبك ويتفتح لك كل الأبواب ويتفتح لك قلوب الناس رابع حاجة إنه في بداية السنة أنك تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لك ورد من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على أقل مئة مرة في اليوم وإنت مستحضر إنك بتصلي على رسول الله وهو بيرد عليك السلام خامس حاجة خلي عندك ورد من الارتواء كل يوم سواء بذكر معين زي يا سعدي ويا سنة دي أنت وحدك مادة دي أو بعمل معين لما بتعمله بتحس بالوصل بالله تحس إن قلبك منشرح وهنا هو ده الكلام زي مثلا أن أنت تدعى ربنا بالدعاء ده اللهم اجعل هذا العام عاما تفيض علينا فيه من جميل فضلك وتفتح علينا فيه خزائن توددك وحنانك وعطفك وتنزل علينا فيه من بديع مددك وواسع عطائك ما تنير به لنا كل سبيل لسعة أرزاقنا وسعادة قلوبنا وصفاء ووصل أرواحنا وجبر خواطرنا فلا نشعر إلا وقد وهبتنا بتمام حبك لنا قلبا جديدا سليما مليئا بالمحبة والجمال والأنس والوصال يا رب العالمين يا سادة ربنا يسعدكم ويجدد أيامكم ويجعل حياتكم مهول لها قلوبا سليمة وأياما وأعواما فيها يغاس الناس وفيها يعصرون من شهد السعادة وشهد الهنى وشهد الفتح والبركة يا سادة بعد الفاصل نلتقي بي حضراتكم ونجيب على أسئلتكم اللي تلقناها على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بتتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسري يفتح لينا باب مجالس العلم ونفضل في حضرة مولانا وإحنا رفعين إيدين قلوبنا إن هو يكون سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى عنده وتبقى حياتنا مليئة بالبركة والنور وتعالوا نبدأ بأول نور أول سؤال فتح علينا باب مجالس العلم وذكر مولانا السؤال اللي أولانا بيقول سلام عليكم لو سمحت أنا تعرفت على شخص وقال لي تعالي أن نتجوز عرفي لا حوله ولا قوة إلا بالله وربنا شاهد شاهد علينا قال لي أنا طالب الزواج منك وأنا قلت موافقة وربنا شاهد علينا كده ده اسمه فعلا جوز ولا لعب عيال أرجو الرد على الوصف اللي حضرتك بتقولي ده أولا ألفاظ الزواج لم تكتمل وكمان ما فيش شهود وكمان على ماذا بالجمهور كمان ما فيش ولي فهو في الحقيقة الكلام دوت اللي بوص حياة ناس كتير الجواز يا سادة حالة مقدسة ولأن من أين جاءت قدسية الزواج من رعاية ربنا لمؤسسة الجواز من رعاية ربنا لحالة الجواز من رعاية ربنا لقيمة الزواج فالزواجنا نفسي عندي الزواج ده قيمة قيمة مليانة بمضمون السكينة والمودة والرحمة الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالجواز آية من آيات الله الطريقة اللي احنا بنتعامل بها مع الجواز دي اللي احنا اللي انا شايفها واللي انا سماعها دلوقتي دي طريقة لا تعرف قدسية هذا الجواز الزواج مش اتنين متعلقين ببعض خالص ولا الجواز اتنين عايزين يعفوا نفسهم يعني مش عايزين يقعوا في الزنا ولا الجواز بس اتنين عايزين يكملوا بعض ولا الجواز كمان اتنين الحب بولع في كل حاجة فلازم يتجوزوا عشان يطفوا الحب ده الجواز مش كده خالص الجواز حياة ودي اكتر مشكلة بنواجهها واحنا بنضرب الناس المقبلين على الجواز ان الجواز حياة فانت بتسأليني ده جواز بقولك لا عشان بس ايه ما ياخدناش الكلام ده مش جواز الجواز امر تاني اكبر من كده واعز من كده واكرم من كده خالص هل معنى كده ان واحد لو جو واحد تتجوز عشان بس يعف نفسه ما قعش من الخطأ يبقى جوازه حرام ما قولتش كده لكن انا بفهمكم معنى الجواز الجواز ده علاقة هي من اكبر العلاقات اللي بتمر علينا في حياة الانسانية عايز اقول لكم ان الجواز كان اول علاقة موجودة على الارض قبل الابوة والامومة اللي جان ما بين ستنا حواء وسيدنا آدم كان جواز فالجواز هي العلاقة الاولى اللي موجودة على الحياة الجواز علاقة فيها جوانب كتيرة جدا 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 لما بنيجي الرب الناس على ان هم يتجوزوا بيجوزوا على المعنى الصحيح للجواز مش بيتجوزوا على المعنى اللي هم شايفينه هيحاول الجواز بقى فيه الى شيء شيء فقط هيبقى الجواز شيء لو ان اتجوزنا على كيفنا ولذلك الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ضوابط للزواج ولذلك لا نكاحة الا بولي وشاهداء عدل السادة الحنفيها اخذوا لا نكاحة الا بشاهداء عدل ايه بقى خلاص الجواز دات ما فيش شهود خالص ما كانوش موجودين في مجلس العقد اولا ما فيش كمان الفاظ للجواز ده حد بيقول لها تعالي ان اتجوز وربنا شاهد عليه وانا طالب الزواج منك قالت له انا موافقة موافقة ايه ان احنا نتجوز ولا ان احنا تزوجنا ففيه الفاظ لازم الالفاظ تكون بالتنجيز اللفظ ده انا طالب اخذ بيش حياة اسمها انا طالب وانا موافقة موافقة على الطلب ولا موافقة على ايه فالجواز دي الفاظ زوجتك نفسي قبلت كده لكن بهذه الطريقة الجواز ده خدسية له فاللي هل اللي انتو عملتوه بقى ده لقى بعيال ولذلك لو كان فيه اشياء مترتبة على ده يبقى حضيك لازم تتصل بينا عشان نشوف عن اتعامل مع دي ايه مع الاشياء المترتبة على ده ايه لان كده انا خايف يكون فيه حاجات اشد من كده حصلت في الحكاية دي ولذلك لو فيه اي شيء زائد عن الكلام المكتوب ده يبقى انا يبقى احنا ايه اللي حاصل يبقى احنا محتاجين فتوى عايز اقولكم حكتين ده مش كلام ليه علاقة الا بالقيم وبالاخلاق يا بنات لما حد يجي يقولك تعالي نتجوز والشاهد علينا ربنا وليه انه استحمل ربنا لا تعالي نتجوز جواز الناس اللي بيعملوا ايه اللي بيخافوا ربنا لما حد يجي يجوز وبيخاف ربنا يحافظ على اللي قدامه لما حد يجوز وبيخاف ربنا يحافظ على عرضه لما حد يجي يجوز وبيخاف ربنا يحاول طول الوقت يتجوز في النور مش في الظلمة الحقيقة ده لعب ومش بس لعب بإحكام الشرعية لكن اللعب كمان بالقلوب في حد بيلعب بالتاني ممكن أنتوا اتنين تكونوا بتلعبوا ببعض ولذلك بدل الكلام ده عايز يتجوزك يروح يتجوزك بوثيقة عايز يتجوزك يروح يتجوز يروح يوثق يروح تروح وتتجوزه بوثيقة لكن الجواز ده ده مش جواز لا فيش هود ولا فيه ولي ولا فيه كمان صيغة ده واحد بيطلب ممكن توفق على الطلب ده ما فيش صيغة ما فيش زوجتك وما فيش قبل فالجواز مش هو ده نصحتي لكم بقى أن انتوا شوية محتاجين تاخدوا دورات المقبلين على الزواج عشان تعرفوا قمة الجواز وتعرفوا الجواز ده معناه ايه تعرفوا أن الجواز ده بيدخل فيه مهارات اجتماعية ومهارات نفسية ومهارات كمان اقتصادية ومهارات ادارية الجواز ده حياة زي كل الحيوات فما ينفعش ان احنا نفسي زواج بهذه الطريقة السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله لو سمحت انا لو انا عاوز اعمل عمرة لابي وامي وهم قدرين ماديا الحمد لله بالاضافة انهم قاموا بعمل قاموا بعمل الحج والعمرة قبل ذلك وغير محتاجين مديا وانا محتاج مديا واعمل للحصول على سكن انا وزوجتي وابني ولا استطيع حتى الان واسكن ايجار مع العلم ابي وامي عندهم سكن خاص ملك فهل الاولى بيتي وزوجتي وابني وهم بيستطيعون الذهاب على نفقتهم او لا لا او محدش خلى الخيار كده ليس من بر الوالدين ان انت ده من الاحسان للوالدين يعني انت لو ما طلعتش والدك ووالدتك عمرة على حسابك او حجة على حسابك انت مش عاقل لولديك لكن لو فعلت ده يبقى انت بتحسن اليهم طب يعني معنى ايه معنى لا حاول تحقق مصلحة بيتك اولا لان دول اللي هتسأل عنهم وخاصة ان والدك ووالدتك اللي انت هتعمله من التوسع على اهل بيتك ده ده واجب لكن انت اللي هتعمله بانك انت تخلي والدك ووالدتك يحجوا ده سنة فالاولى الواجب يقدم على السنة فانت بتسألني اعمل ايه خليك ان انت تحاول ان تحقق لبيتك الحياة الكريمة وهو ده الاساس لان اول ما يسأل عن عن العبد ما استرعاه الله عن معنى كده ان انت ما تكونش بشكل كبير جدا جدا بر باهلك لا لازم تكون بر باهلك لكن ليس معنى البر ان كل ما يتمنوا تحقق اهلهم ولكن تحقق ما في استطاعتك فتسألني ان انت تعيش في سكن مستقل وما ترهقش نفسك انت وولدك انت وابنك وزوجتك افضل ولا انك تخلي والدك والدتك يعتمره لو انت عندك ده او ده يبقى لا خلي بيتك يعيش في حالة سلام وفي حالة سكينة وفي حالة استقرار او لا فلذلك وفي قاعدة هنا بنفهمها ويبقى ضرورية جدا 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 ان بر الوالدين فيما يخصهم ولا فيما يخصك يعني مش انت فلوسك دي ملكي ابوك وامك فانت بيهل اللي بيحصل فبنتعرض عندك ان فلوسهم فانفقها ليهم ولا انفقها في بيتي لا ده مالك وانت لا يجب عليك لا يجب ما قلتش مش مستحب لا يجب مش واجب عليك يعني انت لو ما حققتهمش ما خلتهمش ما عملتهمش عمرة او ما طلعتهمش عمرة انت لست آثما وبتسألني اعمل الاكتر ليه طيب لاشياء كثيرة جدا ان اهل بيتك والنفق عليهم اولى وهي الاساس في النفقة الحالة التانية ان ده هيقود على حياتك كلها بالرشاد وهايقود على حياتك كلها بالسعادة فالاولى ان انت تعمل ده وده هيخلي بيتك افضل واحسن واكرم وهيخلي العلاقة ما بين اولاد ابنك وزوجتك وجده وجدته وحماها وحماتها افضل بكتير من لو انك انت وديتهم عمرة وهم حسوا ان هم مصلحتهم اتقدمت على مصلحتهم ويحسوا بان الديء اللي هم عايشين فيه سببه ان هم راحوا العمرة فانا رأيي ان انت الافضل ان انت تطلع بالحج والعمرة تطلع بتنفق هذه الاموال في سكن في السكن الجديد لك والأهلك وهذا افضل ليك والزوجتك يعني وابنك السؤال اللي بعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يا جوز حضن العم او الاب ام لا يا جوز وما الحكم اذا كان حراما اه قال لي بقى لان الحقيقة ان السؤال ده متولد من لغبطة في العلاقة ما بين الجنسين فاللغبطة دي راح تمتتخذة وكمان متركبة في حياة الاب والام ومتركبة في الاسرة فبقى الوالد اللي هو احتضانه لأولاده بقى شيء من اشعارهم بالامان بقى شيء مخوف ويطلع بقى شوية ناس هما عندهم حالة من حالات ان وجود جنسين مع بعض حتى في المحرمية حتى لما يكون من المحارم يبقى عندهم حالة من حالات حالة من حالات للانتكارك كده حالة من حالات الاستنفار مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا ان اعرض كلام الكلام ده على رسول الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم والتقبيل أقوى ملامسة من الاحتضان يعني ده في لمس جلد للجلد ما أنا بكلم باللغة اللهم ما يفهموها حاجة يعني حاجة صعبة فالاحتضان في الحقيقة هو نوع من أنواع التعبير عن الشفق والتعبير عن الأمان والتعبير عن إيصال معنى المحبة لمن أمامك أنا بتكلم دلوقتي في محارم فلما يجي حد عايز يقول التعبير ده التعبير ده خطر ما هو في الآخر الأب رجل والبنت بنت آه يا سيد البنت بنته ولذلك مسألة العورات معه تختلف عن مع غيره فلذلك اللي بيحصل ده والكلام اللي احنا بنشوفه ده لا الكلام ده وما ينفعش وانتو بتفتوا يا جماعة تيجوا تقولوا كده للناس أني والله يا جماعة الخير والأب بيحتاط وهو بيحتاطن بنته أنتو بتعملوا إيه؟ أنتو بتؤسسوا العلاقة ما بين الأب وبنته على إيه؟ بتؤسسوا على إن احنا يختفي من حياتنا كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة؟ بتؤسسوا العلاقة بينهم على إيه؟ بتؤسسوا بينهم العلاقة على التشكك والطعن في أن الناس أصبح لا دينة لهم؟ يا سادة عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى وبلاش هذه الطريقة في التعامل ما بين ما بين أهل المحارم وخاصة ما بين الأب وبنته الغريب بقى أن السؤال ده دايماً بتسئل عن إيه؟ بتسئل ما بين الأب وبنته قليل قوي أنا شغلتي الناس قليل قوي عليهم بيسألوا عن الإيه؟ عن الإبن وأمه ليه بقى؟ أقول لكم ليه لأن دايماً أهل التشدد هم بيكلموا البنات الصغيرين لأن هم دايماً بيكلموا الشابات طب والشاب ده برضو مش الشاب برضو عيبقى عنده مشكلة أنه يحتضن أمه لا أصل شبابنا إحنا غير مطعون في الاتزام وغير مطعون في دينهم لكن الراجل الأب مطعون في دينه يا أخوانا اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله هؤلاء الناس بينهم رابطة ربانية وهي وبالوالدين إحسانة فلما نيجي بقى نيجي نعمل كده ونخلي الناس حتى لو في بعض الناس منحرفين نعمل إنه هو ده الأساس أبداً أبداً وده لا من باب سد الزريعة ولا يحزنون فلذلك لابد إحنا ننتبه لده انتباهاً قوياً وممكن نغير الكلام ده بقى ونبتدي بداية جديدة والناس ما تبعملش كده في التعامل ما بين البنت البنت بتقول وماذا نفعل إذا كان حراماً لا مش حرام مش حرام إن أبوك يحتضنك لأنه ده أب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقبل السيدة فاطمة بين رأسين وأنها عانقته صلى الله عليه وسلم ورد دفع حديث كثيرة فبلاش كده بلاش هذا الكلام وهذا الكلام والعياذ بالله يفتت الأسر يا سادة احنا مبتدين عام جديد وإحنا تكلمنا النهاردة عن الاستفتاح والاستفتاح دوت عبادة وقيمة نحتاج أن نعيشها في كل لحظة نحتاج أن نعيشها في كل يوم نحتاج أن نعيشها في كل شهر نحتاج أن نعيشها في كل أسبوع نحتاج أن نعيشها في كل عام نحتاج أن نعيشها طول الوقت من أحسن الاستفتاح رأى الأبواب تفتح بغير مفتاح كل الأبواب لأن الذي يفتحها يكون الفتاح سبحانه وتعالى فتعالوا نستفتح هذه السنة الجديدة وندعي ربنا سبحانه وتعالى ونسأله ونقول اللهم اجعله عاما تفيض علينا فيه من جميل فضلك وتفتح علينا فيه من خزائن تودداتك وحنانك وعطفك وتنزل علينا فيه من بديع مددك وواسع عطائك ما تنور به كل سبيل لسعة أرزاقنا وسعادة قلوبنا وصفاء ووصل أرواحنا وجبر خواطرنا فلا نشعر إلا وقد وهبتنا بتمام حبك لنا قلبا جديدا سليما مليئا بالمحبة والجمال والأنس والوصال كل عام وأنتم في بركة مولاكم اللهم واسع وأكرم وزد وأفض علينا من جميل وصلك يا جميل يا كريم يا رب العالمي موسيقى 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 موسيقى